أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي مع داماترس قابيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة قابيلوزوس اليونانية للبنية التحتية حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه باستمرار وتسريع جود التعاون للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالسيد داماترس قابيلوزوس رئيس مجلس إدارة مجموعة قابيلوزوس اليونانية للبنية التحتية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من كبار مسؤولي الشركة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا خاصة مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كبلات الربط البحرية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر وفي هذا الصدد استمع سيادته إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بما سيمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري ويصهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن وتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات مؤكدا حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائد على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في كافة المجالات والذي يعكس العلاقة القوية بين البلدين اشتركوا في القناة